أرواح الشريرة هجم على هذا الشيخ وتبهدل أمام الناس ما كانش عنده القدرة وفعلا فيه كان جماعة من المؤمنين ماشيين في الموقع ذاته وطلبوا من شخص أنه يصلي على هذا الملبوس بالأرواح وفعلا ابتدأوا يسبحوا وابتدأوا يصلوا والعملية ماخدتش وقت فعلا باسم الرب يسوع بقوة الرب أخرجت هذه الأرواح النجسة الناس صارت تطلع على الشيخ طيب اش معنى أنت ما قدرتش تعمل هذا الشيء فهذا الشيخ قال شيء لا ينتسى قال على فكرة هذا الروح اللي لابس هذا الشاب هو جن نصراني لو كان جن مسلم كان خرجته طبعا أنا بالنسبة لي يعني انصعقت بهذه المعلومة أي عقل طب الناس منقسم على الأرض وكمان بالأرواح الجن كمان منقسم على ذاته وفيه جن نصراني وجن مسلم وجن بوذي وكذا بالنسبة للأرواح الشريرة هي أرواح خادعة كاذبة مضلة تستخدم كل الوسائل حتى تضل الإنسان ولو حتى بمعلومات تقنعه زهنيا لكن بالواقع هو عارف أنه يفتقر إلى حضور الله وإلى سلطان الله وإلى قوة الله ترجمة نانسي قنقر